فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين لذلك الناس الذين يخافون الأفضلوا كانوا يخافون وقلوا إلى الله يا ربي العالم قلل هل تعتقد أن الله يجب أن تأخذ منك ومساعدتك ومساعدتك على قرارتك؟ أي مهي من أخرى أن الله يمكنهم أعود لك؟ ترى كيف نحن 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 ثم مزحة يتقل هل تعتقد أن الله يجب أن يأخذ منك تأخذ منك ومعه سيكون شخص يسروا أخرى من الشخصي؟ الناس. ونحن نرى المسجدين فقط كثيرين من الصحيحات والصحيحات. لذلك أيضاً يؤمنون ويقفونه، لن يكون هناك فرق بالنسبة لهم، أيضاً يؤمنونهم. ولكن الذين يقفون نفسنا، سيقفونهم لهم لأسفلهم. قلت، يا محمد، لا أخبرك أنني لديك المسجدين في تحقيق الله أو أنني أعرف لا أريد أن أخبرك أنني كنت أخيرا. فقط أتبع ما يتحسن لني. قل، هل هو المسكين مقابلين للمرأة؟ إذا لن تكون لديك رؤية. ونحن من القرآن الذين يعتقدون أنهم ستجدون قبل الله. لأنهم سيكون لن يكون لديهم وليس لن يكون لديهم. ونحن لديهم الذين يطلقون على الله في المرأة والآخرين يبحث عنه ليس بينك أي شيء منهم و ليس بينهم أي شيء منك لذلك إذا كانت لكي أخذهم ستكون لكي أخذهم